ترأس سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى لشبابي والرياضة رئيس الهيئة العمل الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ترأس وفد اللجنة الأولمبية البحرينية في الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجنة الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في دولة قطر الشقيقة برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رئيس الدورة الحالية للمجلس وتناول الاجتماع العديد من البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث تضمن البند الأول مناقشة العمل الرياضي الخليجي المشترك وتم تأكيد على أهمية تنظيم اللجنة الأولمبية المزيدة من ندوات وورش العمل المتخصصة في المجال الرياضي وإعداد رزنامة بتلك الدورات للعام 2025 وإرسالها للأمانة العامة في موعد أقصى نوفمبر المقبل كما تمت مناقشة أهم الاستضافات الخليجية للجنة الأولمبية لما تبقى من العام الجاري وتم حث لجنة الأولمبية على تزويد الأمانة العامة ببطولات العام المقبل 2025 في موعد أقصى نوفمبر المقبل وفي البند الثاني تقرر تشكيل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المكونة من مرشحين من الدول الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة كما تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون الدولي على أن تكون أوجه التعاون في الدورات التدريبية وتبادل الخبرات وقد اعتمد المجلس في البند الرابع مسمى اللائحة المنظمة لدورات الألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتشمل كافة الدورات واستعرض المجلس في البند الخامس التقرير النهائي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب التي استضافتها دولة الإمارات مؤخرا وتمت الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الأولمبية الإماراتية على أن تتم دراسة التحديات والتوصيات من قبل لجنة التنسيق والمتابعة وتقرر خلال الاجتماع إلغاء إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للصلاة والفنون القتالية المقرر أن تقام بالمملكة العربية السعودية بناء على طلب اللجنة الأولمبية والبرالامبية السعودية بسبب إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب هذا العام ومشاركة اللجن الأولمبية بدورة الألعاب الاسيوية للصلاة المغلقة والفنون القتالية التي تم ترحيلها من العام الماضي إلى العام الجاري بضيافة تايلند مما أدى إلى ازدحام الرزنامة الرياضية لهذا العام مما سيؤثر على حجم المشاركات في الدورة الخليجية كما تم تكليف لجنة التخطيط والمتابعة بإعداد برنامج زمني للدورات الرياضية الخليجية المجمعة خلال الأعوام من 2028 حتى 2031 وأخيرا تقرر التنسيق بين الأمانة العامة ودولة الكويت الشقيقة رئيسة الدورة المقبلة للمجلس لتحديد موعد الاجتماع المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر